في الرباعي برضو عندنا برضو أبطال الشاطئي دلوقتي بدأ يدخل مين اللي هيكمل أو الأسماء اللي ممكن تكمل أعمارها تسمح لها أنها تكمل مين الناس اللي هي خلاصة هم طبعا اللاعبين اللي حاجة ذكرتهم دول موجودين معنا بس احنا هنحاول ان احنا نطلع من الناشئين سن 18 و 23 و 20 عشان يبقوا دعم للمنتخب القومي ونحاول نركز على مراكب معين يعني في دول مثلا في دول زي تونس مثلا هي كانت سبقانة في البطولة احنا اخذنا البطولة الأفريقية دي بس كانوا بقانا خمس سنين كنا بنخسر بتركز على مراكب معينة زي مثلا السكيف والدوبلم عندهمش اربعات مثلا عندهمش تمانيات احنا بنلعى كل المراكب فطبعا من ضمن الحاجات اللي احنا عاوزين نركز عليها هو التخصص في عدد مراكب معينة بما يتماشى مع إمكانياتنا يعني لما يكون في الممارسة في او القاعدة الممارسة في عدد مراكب كبير دا بيكون تشتيت للاتحاد او تشتيت لمصانيف او تشتيت لمجهود ولا يقول لك لا حقه بقى يمارس فيلعب ولو تأهل يسافر طب احنا رايحين هينسافر تأهلوا ارقامه ما يعديش من اول مجموعة لا انا مع رأي حالك الاولين اللي هو يعني لما بشارك في حاجات كتير قوي انا بشتت المجهود وبشتت الفلوس وبشتت الامكانيات تمام لعبة تكديف لعبة تعتمد على اداة ومكان والمكان مش اي مكان لازم يكون وسط مائي بالزبط فايه العقبات اللي بتقابلكوا دايما ان انت بتقدر تنشر اللعبة او تقدر ان انت تطلع ابطال في عقبات اكيد يعني طبعا هي هي زي ما قلت حدثك يا لعبة تكديف زي ما حيك قلت محتاجة مجرى مائي محتاجة امكانيات المركب غالية جدا طبعا الاندية ما بقتش زي زمان يعني احنا في الفترة الاخرانية احنا بتدينا يعني احنا نحاول نحنا نجيب ونكتشف لعبة موهوبين كاتحاد وكمنتخب ونحاول لان الاندية برضو اللي يكون فؤونهم برضو عليهم يعني ضغوط بالنسبة للامكانيات والكلام ده كله فهي دي 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 هي دي المشكلة الكبرى يعني نقص الامكانيات وان الاندية ما بقتش زي زمان فيما يتعلق بانها بتخرج لنا اللاعبين يعني زمان كان طولة الجمهورية كان سهل جدا ان انت تجيب بعدد كبير من اللاعبين دي باتي يعني ما بقاش في تفريغ لعدد اللاعبين زي زمان ترجمة نانسي قنقر